لازم حد يدايقك كده لازم برغم يعني الشغل اللي حصل مبارح ولكن لازم كمان فيه امور لا يصح ان احنا كمان نتجاهلها اللي بيتم وطبعا بالمناسبة بسأل فنانة امال ماهر سؤال ما عنديش اجابة هل بالفعل امال ماهر اعتذرت عن تقديم الحفل او انها قصدي تشارك في الاحتفال لان فنانة امال ماهر كان المفروض انها هتقدم بعض الاغنيات وكان متحدد في البرنامج انها امال ماهر وبتعمل بروفات وغيره وكذا وفجأة امال ماهر مش موجودة فالسؤالي اين اختفت امال ماهر اختفت ولا اتمنعت ولا ده السؤال وانا حاول نتواصل مع امال ماهر تقول لنا ايه الحكاية او ايه حد من من يعني من طرفها يقول لنا ايه اللي حصل مع امال ماهر لان انا سمعت الكلام كلام غريب ما عنديش يعني كلام عنه صحيح يعني مؤكد يعني انها اتضيقت انه محدش قابلها كويس محدش تقابلها كويس وهي داخل الفون كلام ان لسه يعني لكن انا سؤالي الاساسي اه هي راحت فين ليه ما شاركتش لكن بقول لحظاكم الكلام اللي حوالين الموضوع انها ماستقبلوهاش كويس فاخدت حاجتها ومشيت وبعدين لما شافت الحفلة تاني يوم طب ااجي فقالولها لا خلاص عدنا مش عارف ايه خلاص الخريطة اتمالت فمش هينفع تبقى موجودة كلامه راغي في الموضوع ده ولكن سؤالي لماذا بس وحد يقول لنا شكل واضح جدا ايه اللي حصل مع امال ماهر وليه لم تقدم الاغنيات بتاعتها حسبما كان مقررا ولكن خلينا نروح نشوف مع حضراتكو جانب من هذا اليوم العظيم اللي بلدنا والعالم كله شافوا ازاي وساعد بي ازاي وكلكو هتفت في كل لحظة في كل لحظة كنتم بشوف الناس الاجانب كانوا بيشوفوا لحظوا المصريين بيهتفوا ازاي وفي كل لحظة طبعا هو بيشوفوا الناس وقفة الناس بتسقف مش عارف بيعملوا ايه بيهتفوا ازاي وهم قاعدين مستغربين من الحالة اللي فيها المصريين في اليوم ده تعالوا نشوف من اول لحظة جزء سريع جدا اشتركوا في القناة